اهلا بكم الى حلقة جديدة من زوايا الحدثة نخصصها للوقوف على مسجدات الملف اليمني في الاروقات الدولية قالت مندوبة بريطانيا لدى الامم المتحدة كارين بيرس ان مشروع القرار الذي سيقدم الاثنين القادم يدعم المطالب التي اقترح المنسق الاممي مارك لوكوك وضافت ان الجهود الانسانية المفذولة لن تنجح اذا لم يرافقها جهد سياسي لحل الازمة لافتتان لانه لا يمكن وصف السوء الازمة الانسانية في اليمن كان مارتين جريفيت المبعوث الاممي لليمن قد اعلن اقتراب موعد جمع الاطراف اليمنية على طاولة المشاورات في السويد وقال في افادة له امام مجلس الامن انه تلقى تأكيدات من الاطراف اليمنية بحضور المحادثات المقبلة موضحا انه يقترب من حل القضايا المتعلقة بالتحضير لها نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين ما الذي يمكن ان تسفر عنه التحركات الدولية الاخيرة وهل جاء ايقاف العملية العسكرية في الحديدة في سبيل تاحة الفرصة للمسار السياسي مجلس الامن يناقش الوضع في اليمن مجددا في خطوة تسبق تحركا بريطانيا لاصدار قرار عن المجلس يركز بشكل كبير على الجوانب الانسانية في البلاد المندوبة البريطانية في الامم المتحدة كارين بيرس اوضحت خلال جلسة المناقشات التي عقدت الجمعة ان وزير خارجية بلادها كلفها بتقديم مشروع قرار يستند على المبادئ الخمسة التي اعلنها مساعد الامن العام للامم المتحدة لشؤون الانسانية مارك لوكوك والتي تنص على تنفيذ وقف القتال في جميع البنى التحتية والمرافق وما حولها وتنص كذلك على تسهيل وحماية الامدادات الغذائية والسلاع الاساسية ودعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الاجنبية ودفع الرواتب وزيادة التمويل والدعم للمساعدات وان تعمل الاطراف المتحاربة مع المبعوث الاممي لانهاء النزاع المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جريفث قدم كعادته احاطة عامة بشر فيها بامكانية عقد جولة مشاورات جديدة في السويد الاسابيع وربما الاشهر المقبلة جريفث شدد في هذه الاحاطة على ضرورة ازالة كل العوائق امام الحوار والمفاوضات ولم يخفي سعادته بالزخم الدولي الذي تمثل في الدعوات الاخيرة للامم المتحدة بانهاء الحرب في اليمن معتبرا ان زيادة الاهتمام الدول اقترنت بالتزام من قبل الاطراف اليمنية بالمضي قدما نحو السلام في وقت اكد فيه انه وفريقه اقترب من تسوية المسائل التحضيرية للمشاورات المزمع عقدها في السويد في ظل ما كشف عنه من موافقة التحالف على الترتيبات اللوجستية لحضور هذه المشاورات جريفث اكد انه حصر على دعم من الاطراف اليمنية لتحديث الاطار العام للمفاوضات الذي قال انه يتمشى مع مطالب مجلس الامن والاطراف اليمنية ويستند الى المرجعية الثلاث والى التقدم المحرز في جولة مشاورة الكويت وتتضمن وثيقة الاطار بحسب جريفث المبادئ والمعايير الخاصة بمفاوضات يمنية برعاية اممية من اجل وضع حد للحرب وحل النزاع والبدء بالحل السياسي للازمة وتتضمن مجموعة من الترتيبات المؤقتة خصوصا في الجانب الامني جريفث اكد انه سيزور صنعاء الاسبوع القادم وسيلتقي زعيم الميليشيا الحوثية وسيزور مناطق مختلفة من البلاد اذا اقتضى الامر ذلك في وقت اكد فيه قرب التوصل الى صفقة تبادل للمعتقلين والتي اعتبرها بمثابة اتفاقية اولى بين اطراف الازمة في اليمن ابدأ النقاش مع ضيفي من المانيا المحلل السياسي الدكتور علي العبسي اهلا بك دكتور علي اهلا وسهلا كيف تتابع الحراك الدولي في الملف اليمني شاهدنا في الفترة الاخيرة تحركات دولية كبيرة في مجال حل الأزمة الانسانية وحل أزمة الحرب في اليمن ولكن المؤشر الرئيسي والدافع الرئيسي لهذا الحركة كانت تصريحات وزير الدفاع الامريكي وطلبه اعطاء مهرسات يوم لجلب الاطراف النزاع اليمني لطاوث المفاوضات هذه كانت المحرك الرئيسي والدافع الرئيسي لكل الاطراف الأخرى لكل الدول الأخرى التي ايضا ايدت هذا الموضوع للمبعوث الممتحدة الذي ايضا تبنى هذا القضية وتحرك المجتمع الدولي الان بعد التحرك الامريكي هناك زخم دولي الان هناك نعم التفاتة الى الوضع في اليمن بعد ان تم تجاهل الوضع الانساني والسياسي في اليمن لمدة سنوات ونفس او اكثر من سنوات ونفس الان المجتمع الدولي استفاق فجأة على موضوع اليمن واعتقد ذلك كان نتيجة الاحداث او قضية اغتيال الصحف السعودي جمال خاشقي التي فتحت الابواب بالتساؤل حول اخلاقية السلوك السياسة السعودية في اليمن ومدى ملائمتها للقانون الدولي ومدى ملائمتها ومدى اتزامها بالمعايير الدولية اعتقد ما نشهده الان هو تحرك دولي محمود طبعا بالتأكيد لكن لا تجد ضمانة للنتائج هناك دعوات طيبة طبعا فيما يخص الغاثة الانسانية وتخلص المعاناة في اليمن ولكن حتى هذه غير مضمونة هناك دعوات فقط وقرر المجلس ان حتى لو صدر غير ملزم كل دولة ستفرض بما تمليه عليها سياستها الخارجية لا يجد فرض على احد ان يقدم مساعدة اليمن لا تجد حتى مبادرات من الان مبادرات قدمتها دول للتبرع اليمن ربما الحديث يعني منذ السابيع عن هذا الموضوع في المجمل الحركة التي تحرك الدولي هو تحرك محمود وما هو جيد وقد ربما يخصف نوعا ما من الأزمة الإنسانية في اليمن ولكنه ليس ضمانة لأي حل سياسي الحل السياسي ما زلنا نراقب عيدا جدا طيب دكتور علي نشرك معنا بالنقاش من الرياضة الخبير العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان أهلا بك سيدة اللواء شكرا لك سيدة اللواء أهل يمكن القول بأن قرار يقاف العملية العسكرية جاء لتحت الفرصة للعملية السياسية؟ بالله نتمنى نتمنى ذلك أن العملية السياسية تأخذ دورها نتمنى أن يكون هناك ثقة وتبادل ثقة ما بين الطعف نتمنى أن يكون هناك مصداقية من المجتمع الديني لإقاط هذه الحالة الإنسانية في اليمن نتمنى أن يكون هناك جدية الحوثيين جدية من من يدعمهم جدية من من يعني يريد السلم والسلام ويريد استقرار المنطقة يعني خلال ثلاث سنوات الماضية نتمنى أشياء غريبة جدا من الحوثيين ومن يدعمهم بما يخص العمليات السلمية خمس أو ست هدن لم ينخزن بها طلب منه لأخي آخر مرة لفضور الإجتماع صارد اليمن وتحجج الحوثي بأسباب واهرة طلب منه الجلوس لطاولة المفاوضات على الأقل ويعني فيما يخص أنا أذكر منه يعني في خامة الرئيس كان يرتب منجدين خاصين خارج الإعلام لعنه وعشاء أن يكون هناك كافية عقلانيون في تكر من قبل الحوثي ويعود إلى طاولة المفاوضات ويعني ينتظر بما عمله عليه المجتمع الدولي الآن المجتمع الدولي الحمد يجب الحوثيين بجلوسة طاولة المفاوضات بناء على المحرجات الثلاثة إذا ما أراد الحوثيين أن يستكر الوضع في اليمن وأن يستكر الحالة الإنسانية ويعود اليمن يله ويعني رحمة تنبيد هؤلاء الأقل الذين يموتون والحالة الإنسانية الصعبة فلا يجب على طاولة أنا أعتقد أن حتى الثلاثة بما يخص العملية الثلاثة كان خاصة يعني لو نتحدث أكثرياً قليلاً واتمح لي الحديثة ترى كانت قابقة وكوشينها أبناء والأدناء لما يعني تحريراً ودرجات التهجيد التي كانت بها الثلاثة ورأينا ضربة لمشمع الألبان ورأينا الألغام ورأينا يعني قندق والتغلال أصبح لأشطح المنازل وماذا حدث للكادر الطبيقي المستشفى ٢٨١ وكيفية استغلاله للمدنيين كدروع أشترية رأينا هذه الفوضى ولكن قواة التحالف والمقامة والجيش الوطني أعتقد أنهم قبلوا بلاء عشرة وأصبح هناك اتصال شوارك عندما تدخل المرحلة في القتام إلى اتصال شوارك المرحلة الأكثرية ومعنات أنه هنا لسا يكون في حالة انتصار بالنسبة لقوة التحالف وحالة صعبة للحيثيين مهما كان نتقنبت فوقات طوح المنازل مهما كان حاول استخدام المدنيين كدروع أشترية ولكن هذا استخدام العشكري وهذا التوازن وهذه الانتصارات يمتأ في عدد ولكن القصد منها أن التوفر سنتري إن شاء الله إلى إنهاء الحالة الإنسانية وإنهاء وديك الحوتي في الحبيدة والأسف أنه طلعنا سيد مارسن أنا ما أظل للأسف لكن ما كان يجب أن يخرج في هذا الوقت وكان فعلا أراده سماً عجلاً سمد من يكون تحت أسس العجل أوقف طلب أوقات العملية ثلاثة سرية وانتزمت قوات لكن يعني من دوانت وأنا أطالع الكلمات إما سيد المنزوب العام خويتي أو المنزوب العام يمني أو حتى منزوبة بريطانيا ولا زال الحوتي يطلب صواريخ ولا نتكف المخاومة والدوش الوطني مختلفية ولكن دعنا نذهب ونقول لنجعل السلام ولنجعل المباحثات السياسية هي الطريقة سأعود للنقاش معك دكتور سيدة اللواء حول الخيار السياسي هل أصبح هو المطروح بقوة هذه الفترة أعود مرة أخرى الدكتور علي العبسي دكتور علي العبسي ما هي العلاقة بين هذه التحركات والمعركة في الحديدة استمعت لحديث اللواء محمد القبيبان يقول أنه ربما كانت المعركة على وشك الحسم في الحديدة لكن هذه الضغوطات جاءت بهدف إيقافها والتحركات يعني دعنا نقول ربما يكون في هذا الكلام في التحيل نوع من المصداقية لأنه فعلا القضية ليست قضية أزمة الإنسانية فقط الأزمة الإنسانية مستمرة منذ سنة ونصف الأزمة الإنسانية كانت أيضا في تعز تعز تعرضت إلى الشسار تعرضت إلى المدينة للقص العشوائي تعرضت إلى مجازر ولم يلتفت المجتمع الدولي ولم يتحرك حتى يدعو إلى عمليات سلام وعمليات سياسية أعتقد المسألة مرتبطة أكثر بأهمية مدينة الحديدة في الصراع مدينة الحديدة مهامة جدا وهي عنصر أعتقد تحول كبير في المعركة إذا تم إخراج الحوثيين من مدينة الحديدة فهذا سيكون بداية النهاية أو بداية النهاية الحركة الحوثية وسوف نبدأ نشاهد انهيارات في أكثر من مجال في أكثر من مكان لأن هذا الشارع الرئيسي للدعم المادي والمالي للحركة هو يأتي عن طريق مدينة الحديدة المجتمع الدولي ليس حبا في الجماعة الحوثية ولكنه لا يريد أن يتم تغيير معادلة أو التوازنات السياسية والعسكرية موجودة في اليمن لعدة أسباب منها أولا هو لا يريد مثلا أن تصبح المملكة العربية السعودية والإمارات المسيطرة النهاية عن اليمن لا أعتقد أن بريطانيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو تمتعت بتحالفات مهمة مع السعودية والإمارات ستسمح لها بابتلاع دولة في وزن اليمن وفي موقع اليمن الاستراتيجي وفي أهمية اليمن هم يسمحون لهم أن يمارشوا بعض الممارسات هنا وهناك لكن مسألة ابتلاع اليمن بكاملها وتحولها إلى تابع بالكامل إلى السعودية أعتقد غير مقبول في الاستراتيجية الأمريكية والبريطانية والقوى الدولية الأخرى ما يحاولونه الآن هو عبارة عن احتفاظ الحوثي كتوازن للنفوذ السعودي في اليمن كمبرر لتدخل الدولي في وقت ما هم يحاولون الحفاظ على الحوثي كقوعة كرية وسياسية في المستقبل اليمني وإذا لكم أي معركة تستهدف القضاء النهايي على الحركة وإضعافها بالطريقة التي لا تجعلها تمرثل رقما مهما أو رقما وازنا في المعادلة التوازن السياسي اليمني هو مصلحة أمريكية ومصلحة بريطانية ولذلك نرى نرى ذلك نحن لا نرى التحركات السلمية هذه قبل أن تبدأ المعركة بجرد أن تبدأ المعركة تبدأ التحركات السلمية وهنا رابط وأعتقد كما ذكرت لك المسألة مرتبطة ليس فقط بدعم الحوثي كحركة هم يعرفون الحوثية حركة يعني متمردة وحركة غير سياسية وحركة عقادية أو السبب لليمن المشاكل ولكنهم لا يرونها مهمة وضرورية لحفظ التوازن الماء في اليمن أو لجعل اليمن طيب طيب سؤالك الدكتور علي هذا الدعم القوي ربما الذي يحظى به مارتين غريفث هل يمكن أن يعطي في النهاية نتاج إيجابية في الملف اليمني وتثمر هذه التحركات بشيء إيجابي أم ربما هو إخماد للصراع لفترة ومن ثم عودة عودة مرة أخرى وجورة أخرى من الصراع ربما تفيد التحركات الدولية الدعم الدولي الذي يتلقى الموظف الأممي غريفث هو تحسين مرضة الظروف الإنسانية وتخفيف نوعا ما تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين في اليمن قد يتم رد دفع الرواتي قد يتم إيصال مساعدة مادية أو عينية أو مالية لكن على المدى البعيد المدى البعيد المسألة ليست متعلقة بقدرات المضعوث الممتحدة والتحركة الدولية المسألة متعلقة بطبيعة الصراع في اليمن الصراع القائم في اليمن ليس صراعا سياسيا القوة المتصارعة ليست قوة سياسية بحتة هي قوة أقرى ما تكون قوة دينية الحركة الحوشية ليست حركة سياسية بحتة حركة الحوشيين حركة عقائبية حركة إيدلوجية لديها تفكيرها الخاصة لديها عقيدتها الخاصة الشحنة الطائفية الشحنة العقائبي الذي تبتع بها مقاتلوها والجماهير المضاوية تحتها والدعمة لها لا تسمح أبدا بوجد حل سياسي للمعركة المعركة في اليمن هي معركة صفرية إما أن أحصل على كل شيء أو لا أحصل على أي شيء لا توجد حل وسط هذا إذا شهدنا كياسة الحوشيين وحركتهم ومنطقهم ودعايتهم وحتى تكوينهم العقائبي وتكوينهم السياسي والاجتماع أيضا هم لا يقبلون بسيء الوسط إما أن يتم تنفيذ ما يعتقدونه أو لا يتم ذلك وذلك أعتقد هي المسألة ربما ستكون كسب للوقت بالنسبة للحوشيين إطارة أمد الصراع أكثر قد نشاهد هدنات هنا وهناك تخصيف من الحرب لكن الصراع بأكماله لا يمكن حله عن طريقة مفاوضة سلمية أبدًا أشكرك جزيلاً هذا صراع عقائبي لا بد فيه من المنتصر المازوم شكراً لك دكتور علي العبسي المحل السياسي من ألمانيا أعود للسيدة لوام حمد القبيبان برأيك ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه التحركات الدولية الأخيرة في الملف اليمني بمتابعة لما ذكر الله بكتور علي أن الجماعة الحوثية لا تفكر بموضوع السياسي وحتى لو تشدقوا بموضوع نحن مريد السليم نحن إلى آخر لا يجب أن أشك في موضوعهم وهذه عقبة وخاصة أننا نتكنها عن جماعة ليس نهى سلطة الكلام ليس نهى سلطة القرار إنما هي تأكمل بأوامر حارجية ومجعوماً حتى من بعض الدول العربية من بعض الأحزاب التي تعمل لجمدات يعني تخل بمشكل الأمن في المنطقة والأكلمة ولكن هل ستجاوز هذا الموضوع سيد مارتن يجب أن تجاوز هذا الموضوع الحالة الإنسانية في اليمن صعبة الحالة الاجتماعية في اليمن أصبحت مهددة كذلك هنا باستقرار في المنطقة الآن هناك دور كبير عن مملكة العربية السعودية وبعض الدول لتعامل مع التغيرات الاستراتيجية فيما يخص من النفط وهمية استقرار حركة الملاحظ البحر الأحمر والتجارة فهو يجد النفطي وهذا أيضا يعني عامل مهم نجب أن يعمل سيد مارتن لمحاولة جنب الأطراق إلى طاولة من طاوضات ونعمل على حل لهذه الأزمة الموضوع أكبر من أصراع اليمن يمن الموضوع الآن طاقة هناك ضغوط على ميران هناك ضغوط وبدأت يعني الدول الخضرة بتفعيلها وخاصة فيما اكتش موضوع طاقة لأنك العزوز تدير حزمة لتعوير نقص للطلبات الطاقة لذلك يجب أن نعمل على أمن باب المندب أمن الخليل وكما يعني فابعني العديد من العمليات من الإجرام أنا أخبرني عمليات إجرامية ما يكون بها بطل إجاب المندب يحاولون تعديد الملاحة وتعديد تجارة وعديد السكن وعبورها من وإلى العالة البحر الأحمر هذه الأمور يجب أن يضاعف الإسلام في المارتن ولا ينظر فقط إلى افتراع كثراع مع الحالة الإنسانية المجرية التي ترعيناها في تناولة الأخيرة بمحاولة يعني منع المساعدات الوجهية والساعدات الطبية والاقتناء 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 زال قائد يعني لما تتكلمني أنت عن 75% من تدرات كثيرة ويسيطرت فيها 70% عشان أكون هناك أشكرك دكتور سيدة اللواء شكرا جزيلا لك سيدة اللواء محمد القبيبان ونشرك معنا في النقاش من تاعز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل حديفي أهلا بك دكتور فيصل دكتور فيصل برأيك ما هي النتاج التي يمكن أن تنتهي لها هذه التحركات الدولية في الملف اليمني في أحسن الأحوال يمكن أن تقضي إلى حال حالة الأفطراء والانتقال من الحرب إلى تسوية سلمية ولكن هذا يشترط أن يكون هناك نياجات لدى المتسبب بهذه الحرب وهم الإنقلاقين في السمعة أي بأنهم يدعمون القرارة الدولية والإجناع الوطني والعودة إلى طارة الحوار لتنفيذ القرار ولكن الملاحظ من سلوك هؤلاء القوم غير جابين في الإنصياع للقرارة الأمنية أو الإنصياع إلى الإرادة الشعبية وبالتالي فإن شيئا ما لن يحدث لن يحدث اختراقا يمكن الاعتماد عليه والتنبؤ به وإنما ستظل الأمور بنفس المسار العائم والميوعة السياسية التي لن تقضي إلى شيئا أكثر مما هو حاصل المسارات مليئة من فشل بجداء من جنيف واحد وإثنين وكذلك محادثة في كويت وكذلك المحادثة غير المعلمة في رومان سلطنة رومان وكذلك بفشار المؤتمر الأخير ودورة السويد أو اللقاء السويد لن نفضي إلى حل يمكن أن يحل حل المشكلة اليمنية إلى بردامان لكن جريفث يتحدى عن تفاؤل بأن الأطراف اليمنية ستذهب إلى السويد هل تعتقد أنها ستصدق هذه المرة ويعود الأطراف اليمنية وستذهب إلى هناك؟ هو الذهاب إلى طاولة الحوار لا يعني النزاح فقد استمرت المحادثات في الكويت أكثر من شهور وتقريبا طالت ثلاثة أشهر ما الذي رشح عن محادثات الكويت غير أن الوفد المفاورد شعر بأن هناك عطاءات يومية تخيم الكويت وبالتالي استمرأ الطرفان الإنشارات من تحقيق مشروع الوطني للسلام إلى تحقيق إبلاء الجيود يعني كلا للطرفين المفاوردين لم يكن يفكران بالوطن أفضل إنما كانوا يفكران بإمداد الحوار الوطني ربما حتى فنة كامل فهم يحسبان ما الذي يمكن أن يتركب على أطول الحوار من عواية مادية يعني متى كانت النقطة الحاكمة في اليمن محل تقدير ومحل ثقة ومحل صلاحة وذات مشروع الوطني نقطة الأمة العربية والإسلامية واليمن التحديدان هو أنها تفضل المشهد مستفاسة لا تفكر غير بمشارئها الخاصة ولذلك النتائج غير مستغربة من هذا الأداء فالمفاوضة السابقة حضرها الطرفان ولكن ما هي النتائج لا شيء وبا ما يمكن أن يرشح من الخضور القادم في السويد لن يختلف عن سابقة لأن المؤشرات الآن لا تدل على أن هناك ضغوطات جادة من دول التحالف والأمم المتحدة في كسر شوكة الحلطين إلى حد الذي يقبلون به بتسليم القرار الأمم بل تسبح لهذا الطرف برغم ضعفية لتقوى بل يدعم أكثر من قرصا خطيئ تحت سمع ضفار الأدول التحالف وسمع ضفار الحكومة الشرعية والرخار والسراغ المحلي سمح لهذه القوة مع قدر البجاوة أن تعبث في الوطن لأمر في نفس يعقوبيان أكثر من يعقوبي ويشتغل على المسرحة بشكل أليمك طيب تحدث جريفيث عن مقدمات ربما منها تبادل والإفراج عن الأسرة وأمور أخرى ربما تكون مقدمات لمفاوضات السويد هل في حال ما تمت أو أنجزت هذه المقدمات وتم الإفراج وتبادل الأسرة هل سيكون هذا مؤشر ربما إيجابي على نجاح المفاوضات في السويد؟ إطلاق الأسرة من الطرفين هو أول مرة موضوع إنساني لا يختلف عليه عاقب عاقب اثنين كل الطرفين لهم يحرفان على تبادل الأسراء باعتبار أن هناك فائدة مشتركين الطرفين وكل من يتألم على جماعته وبالتالي ليس هناك اختراقا كبيرا يعني أنا ما أتطوره أو حسب متابعة الشخصية أن السعودية تطمح أن يتوقف الحوثيون من إطلاق الصواريخ إلى أراضيها والحوثيون يطمحون إلى إيقاف القصة الجودي هذه تعتبر الطموح القصوى لدى الطرفين المتصارعين خارج إطار الحكومة الشرية والحكومة الشرية صاحبة الشأن يمؤمى وطل عين تتصرف كأنها مرضمة مجتمع مدن أن الأمر لا يعنيها يعني يدير التحالف أو يعني المجتمع الدولي عندما يكون عندنا حكومة ذات صاحبة قرار هي تسطيعا تعطي إشارات على الأرض وتعطي إشارة للعمل الخياسي والدبلوماسي القادم مما يوحي بتحديد النتائج المتوقعة أما نحن الألكمي في هذه المنوعات السياسية والدبلوماسية والعسكري على الأرض هي ستستمر بنفس المشار شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحديفي أستاذ العلم السياسي في جامعة الحديدة الشكر موصول أيضا لضيوفنا في هذه الحلقة في الختام تحية طاقم البرنامج نلقاكم غدا وحلقة جديدة من زواء الحدث في أماننا موسيقى 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 موسيقى